اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المستمعين وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح لكم أفاق التواصل مستمعين الكرام لاستقبال أرائكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام الحمد لله السلام وحمود الله يسلمكم سعيدين جدا بهذا التواصل نحن اللي حاب يتواصل معانا ممكن على أرقام 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-0-6 وموجودين عبر حساب نور دبي في الإنستجرام وطلعي لايف كذلك على حساب هيئة الصحة في دبي اللي حاب بعد كذلك يعطينا أي ملاحظات أي شغلة ممكن نحن نتواجد معاكم دكتورة نادل ملة هلا هلا ولكم باك شكرا دكتورة أنت اليوم مختفية ماية اليوم عندها ارتباطات الدكتورة ببعض الأمور الإدارية الله يوفقها إن شاء الله معانا في الإخراج أيمن سرحيل وفي التنسيق إن شاء الله بتكون معانا ميرا اللي غفلي لكن قبل أن أعطيكم خبر اليوم خلونا نشوف أستاذة أسمى الجناحي موجودة معانا عبر الهاتف أسمى بتعطينا موجز سريع لهم ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في هيئة الصحة في دبي صبحت شاء الله بالخير أسمى صبحت راب النور شرور أخي محمود عاد أنا سبوع بعيد عن السوشال ميديا ما بأخذ مال سبوع بس بأخذ خلال الفترة الماضية يعني أبرز الأشياء اللي نحن ممكن يعني ننوه بها من الأشياء الرئيسية نحن نتكلم عن أيضا مع الطبيقات اللي موجودة عنا والأنظمة فيها الصحة في دبي منها نظام شريان ليوفر الخدمات اللي يحتاج أصحاب المهن والمشآت الصحية وموجود على قنوات على الموقع الرسمي يعني يقدرون يدخلون يوفرون عليها موايد وقت غير هذا اليوم نحن لأن العيادة الذكية أخي محمود يتكلم عن أمراض العيون معنا قطور عبدالنقي من سوش في دبي وراح يكلمنا ويتواصل مع الجمهور ويجاوب على كل الأسئلة والإستثارات اللي لها علاقة بأمراض العيون ممتاز هذا اليوم من سوى 11 غير هذا نحن بدأنا بالنشرات التوعوية لكل اللي يحاب يسجل ويتحدى في تحدز دبي اللياقة فبدأنا بالنصايح التوعوية ومن أول نصيحة بدأنا فيها أن 30 دقيقة يوميا من النشاط الفدني يمكن يأخرى للأصابة بالزهايمر لمن منوع اللي عندهم قابلية وعوامل الخطورة فأسافين دقيقة يوميا وهي اللي مطلوب منها في تحدزيبي اللياقة راح يحتحميهم مستقبلا من الزهايمر ممتاز وفيه وعيد من الأشياء نحن بس نبقى الناس تتابعنا لأنه طول شهر التحدي نحن عندنا نتقائح توعوية راح تكون بشكل دايم على حسابات الهو تويتر وإنستغرام اسنابسات وبريسكوب دي اتش اي أندرسكور دبي والفيسبوك واللينكدن واليوتيوب هو دبي هوس إثارتي أوكي أسمت بس تعطين المستمعين فكرة سريعة عن تحدي دبي تحدي دبي هو الأهم أنه هو بيكون أكبر تحدي على مستوى المنطقة أنه الشعب كله يتحدى طافين أهم شيء لأنه طافين دقيقة في اليوم يمارسون النشاط البدني ويسجلون بس آثم هذا كله يكون مسجل على موقع يسجلون سواء كانوا كمؤسسات سواء كانوا كأفراد أو كانوا مثل مجموعات يسجلون وفي تطبيق يتابع أفرن التمارين اللي يسوونها بشكل دائم بعد اسمه دبي وفي النهاية راح يكون الفائز لكن نحن مثلا نقول حقنا صح لتهم بس من بس الفوت قول أنه أنت تغير عادتك تاثين يوم قادر الإنسان من يغير أي طبع فيه ومنها الرياضة فنقول اللي موش متعود يحاول يسوي أشياء بسيطة يقدر أنه يسويها بشكل يومي لمدة ثلاثين دقيقة وراح يلاحظ الفرق على نسب بعد شهر يمكن ما يلاحظ أول أسبوع لكن بعد شهر راح يلاحظ بالضبط التغير اللي فيه ممتاز التطبيق أصلا موجود تحت حساب دبي فتنس أيضا اللي اللي حاب يشارك كذلك يحط الموقع ويحط الجنس وكذا وغيره ويحط الوزن مال أهم شي أهم شي الوزن أهم شي الوزن فنتمنى من الجميع أنهم يساهمون في هذا التحدي وإن شاء الله كذلك يعني أنت في كل الأحوال فائز ممخسرا ببطط هذا يقول حقنات أنه مم بس يهمكم الفوز لأن أنت راح تشعر وتفتشعر التغير اللي بيكون لأن التغير مم بس على المستوى الجسد الواحد أنا ما باقبعت لكن يقيك من زهايمر يقيك من هشاس العظام يقيك من وائد أشياء يقيك من أمراض التصلب بالقلب والشرايين الرياضة مبت مجرد أن أنا أبأ أضعف ولا أبأ أمتن ولا أبأ أجستم مثلا الرياضة فيها أبعاد وائد أكثر عن شي ممتاز فما يبقى مصرون خمسين سنة فلتين سنة يقول يليت كنا يليت فنحمل الآن أبدأ عني ثلاثين دقيقة في اليوم خلها تكون حافظ للاستمرار ليس لأكثر لا تنتهي الدنيا بالفشل بل بالتوقف عن الحلم والعمل أجعل من أي فشل أو عائق خبرها لبداية أكثر قوة نحو النجاح حساباتنا أهم شيء يتابعوني اليوم على الفريتكوب وإنستغرام لنطلع لايب مع دكتور عبدالله النقي هي دي اتش اي أندرسكور دبي كل حساباتنا ما أدى فيسبوك وينجدن ويوتيوب ودبي هل تتاركي ممتاز جدا إذن نتمنى من الجميع أنهم يتابعون الحساب خاصة يعني اللي موجودين معانا لايف الحين على انستغرام يشوفون الحلقة ممكن أنهم يكملون بعد البرنامج ديركتلي بدكم معاكم أسمى إن شاء الله عبر العيادة الذكية شكرا لتشاسم الجناحي مسؤولة الإعلام الاجتماع في هيئة الصحة في دبي شكرا جزيلا طيب في وقت نقرأ خبر ولا نطلع فاصل شو رايك أوش أنت سجلت في التحدي ولا أبغي أشوف ممتاز إن شاء الله يا رب إن شاء الله يقول إيمان سووا فيديو جدا جميل وبينزل إن شاء الله اليوم ونحن بعد عن الهيئة إن شاء الله في فيديوهات راح تنزل على أبر حساب هيئة الصحة في دبي ويكذلك عن هذا التحدي الأكبر من نوعه أعتقد في العالم لأنه ما شاء الله يعني كمية التفاعل بتكون كبيرة جدا طيب الخبر اللي عندي اليوم شوي غريب يقول لك تمكن خبراء من جامعة كاريفورنيا الأمريكية من تطوير خاتم مميز يقين من الأخطار القاتلة التي قد تتواجد معنا في أي لحظة أو مكان هذا الخاتم مزود بجهاز صغير قادر على استشعار أي تهديدات كيميائية أو بيولوجية محيطة بنا وتنبيهنا لوجودها حوالينا طبعا الجهاز وفقا للمطورين مزود بمستشعارات كهرو كيميائية قادرة على اكتشاف المتفجرات أو السموم الكيميائية على بعد أمتار من مكان وجوده وهم ميزة فيه أنه قابل للاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية حيث تظهر على الشاشة شاشة الهاتف يعني معلومات مفصلة عن المواد الخطيرة التي تم اكتشافها طبعا يعمل المطورون حاليا على تعديل إمكانيات المستشعرات الموجودة في الخاتم لتستطيع اكتشاف أكبر قدر من المواد الكيميائية التي تصنع منها المتفجرات حيث يطمحون لجعله منافسة أساسيا للأجهزة الكبيرة المخصصة لهذا الغرض يشبه هذا الاختراع يعني مستمعين في اختراع كانوا يسمون الأنف الإلكتروني سمعت عننا أي من هذا الأنف الإلكتروني شو هو لا غير هو شو اللي يسوي هذا العلماء طوروا يقول لك في جامعة تقنية دينماركية هذا الأنف يعني حاطينا على أساس النشو يستشعر المواد المخدرة والمواد المتفجرة مثل عزكم الله الإجلاب البلويسية نفس الموضوع يسوونه ف يعني الفكرة الخاتم تقريبا تعطي نفس النمط هذا عموما نحن نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم فيه موضوع وايد مهم اللي هو السكري اللي حاب يتواصل معنا بيكونوا معنا إن شاء الله السادة عبدالله الجمعة مدير الشؤون الإدارية بمركز دبي بالسكري وأيضا بتكون معنا الأستاذة آلاء أبو علي مرشدة الصحة النفسية بمركز دبي للسكري طيب شو علاقة الصحة النفسية مع السكري ما يتعرف على هذا الموضوع بعد الفاصل فابقوا معنا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المويزة دائما إذاعة نور دبي إذن مستمعين يعني قبل الفاصل تكلمنا عن الخاتم هذا الذكي لكن الآن ما نتطرق إلى موضوع آخر موضوع يعني يهم الكثير من الناس موضوع يمكن ما في بيت من الصعب أنك تتلاقي بيت يخلى من هذا المرض اللي هو مرض السكري الله شافي اللي يعاني منه طبعا إن شاء الله يكون فيه شفاء في المستقبل القريب مش البعيد إن شاء الله يا رب لكن المرض مرض السكري أحد أكبر المشكلات الصحية اللي تواجه جميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة وفي عدد من الأشخاص المتعايشين مع هذا المرض يعني تزايد أربع أضعاف تقريبا من عام 1980 وصلوا الحين إلى 422 مليون شخص من البالغين والذين يعيشون معظمهم في البلدان النامية وهذا وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا هيئة الصحة بدبي تولي أهمية كبيرة وتضع خطط وبرامج للوقاية والعلاج من مرض السكري أيضا ترصد حزمة من المبادرات للوقاية من هذا المرض وجميع الأسباب المؤدية للإصابة به كل هذا استنادا على شغلة مهمة جدا وهي الكفاءات الطبية المتخصصة اللي يزخر بها مركز دبي للسكري اللي صار واحد من المراكز المهمة نظرا لإمكانياته وتجهيزاته المتطورة وإيضا صار مرجع شامل للوقاية والعلاج من مرض السكري على مستوى منطقة الشرق الأوسط مركز جميل جدا في الكثير من يعني أحدث الوسائل والممارسات الطبية اللي يتم اتباعها في هذا الخصوص طبعا صار له بصمة خاصة في مجال البحوث واستوى اللهم لك الحمد أحد المراكز الرائدة على مستوى المنطقة مثل ما قلنا نزي نحن نتكلم عن هذا المركز معنا في الستوديو الأستاذ عبدالله جمعة مدير المركز لشؤون الإدارية وأيضا الأستاذ ألا أبو علي مرشدة الصحة النفسية بالمركز صباحكم الله بالخير صباح النور والسرور ليش نايمين نايمين صباح النور والسرور ايه واشالله عليكم أنا أدري مقدمتي طويلة جميلة جميلة بس شكلها رقدتكم لا بالعكس لا أزي أستاذ أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله شكرا جزيلا شكرا جزيلا مستوى المنطقة البرنامج المتبع عن موجود من ناحية الأخرى لفئة الأطفال الأطفال اليوم في مركز دبيل السكري نحن أول مركز متكامل أو عفوا أول عيادة متكاملة فيها أخصائي الأطفال مع أخصائية متخصصة للتثقيف الصحي للأطفال بالإضافة إلى أخصائية متخصصة في جانب التغذية للأطفال فهذه المنظومة التي تميز مركز دبيل السكري أرجع وأقول أننا نحن اليوم ندير حالة الإنسان المصاب بداء السكري وليس علاج طيب الدور الكبير الذي يقوم بالمركز مثل ما قلت إدارة الحالة بشكل عام ولكن أيضا عندكم دور في التوعية والوقاية كذلك من الأمراض دعنا نتكلم عن هذا الجانب أنا أتكلم عن الجانب النفسي يعني يمكن إن شاء الله إذا حصلت وقت قبل الفاصل مع السادة لا لكن خلينا بس نطرق للجوانب الإدارية بداية عشان نتفرغ بعدين لهذا التخصص اللي عندك تفضل أول ما تم إنشاء مركز دبيل السكري بجانب البرنامج العلاجي المتكامل نحن أيضا نتميز ببرنامج متكامل التثقيفي وتوهوي لأن نحن نؤمن اليوم بأن الإنسان المصاب بداء السكري يتم علاجه بشكل ذاتي مع نفسه دور المركز أن نحن اليوم ندعم الإنسان المصاب بداء السكري بجميع الاحتياجات اللي يحتاجها على أساس أنه تسهل لعملية المتابعة الذاتية أو الإدارة الذاتية خارج المركز فالبرنامج العلاجي التثقيفي مهم جدا لهذا السبب نحن عندنا أول مركز يعني على مستوى المنطقة بأن مع الطبيب فيه أخصائي تثقيف صحي وأخصائي التغذية دور أخصائي التثقيف الصحي والتغذية هو إعطاء برامج توعوية تثقيفية للإنسان المصاب بالسكري على أساس أنه يقدر يتابع حالته طبعا على أساس أن تدير حالتك بشكل ذاتي من جميع النواحي لابد ومهم جدا أن تكون عندك كل المعلومات وكل الأدوات اللي أنت تحتاجها على أساس أن تسهل عليك عملية إدارة الحالة التوعية نحن في مركز دبي للسكري عندنا خلال سنة كاملة برنامج توعوي سواء برنامج تثقيفي داخل المركز سواء يعني ورش تثقيفية توعوية بالنسبة للمراجعين المركز وعندنا حتى على مستوى الدوائر الحكومية على مستوى الجامعات على مستوى المدارس نقوم بعمل مسح توعوي وعمل فحوصات للسكر ونحن دائما طبعا نطلع كفريق عمل معنا الطبيب وخصائية التغذية وتثقيف الصحي نعطي انطباع للمجتمع ولأفراد المجتمع بأن علاج السكر لا بد ان يكون بواسطة فريق طبي لا يتم بواسطة فقط الطبيب فالبرامج التوعوية هاي مهمة جدا وموجودة عندنا برنامج يعني متكامل خلال السنة ويتم عمله على جميع المراحل مثل ما ذكرنا سواء الدوائر الحكومية أو الجامعات أو المؤسسات الأخرى في الإمارة طيب مثقف في التغذية ومثقف صحي موجود معاكم الآن أضفت التثقيف النفسي نعم يعني هذه شغلة أبغي أتعرف عليها بشكل مفصل لقى مع الأستاذ ألا إن شاء الله بعد الفاصل أيمن نطلع فاصل سريع إن شاء الله ونرجع لكم نكمل هذا الموضوع الشيء اللي حاب يتواصل معنا على 6-0-5-5-1-4-1-4 وعن طريق رسال نصي على 4-0-6-4-2 صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين أكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي معايا في الاستوديو ما نستكمل حوارنا عن مركز دبي للسكري اللي استحدث خدمة الاسترشاد النفسي معايا في الاستوديو والاستاذ عبدالله جمعة مدير الشؤون الإدارية بمركز بير السكري وايضا الاستاذة علاء أبو علي مرشدة الصحة النفسية قبل الفاصل كان يتكلم استاذ عبدالله عن أن هناك برامج توعوية يكون فيها مثقف صحي وايضا مثقف تغذوي والآن تم إضافة التثقيف النفسي هني أبغي أتوجلك استاذة يعني إذا ما نتكلم أولا عن أهمية التثقيف النفسي لعلاج مريض السكر هذا واحد اثنين شو اللي تقدمينه بالضبط لهؤلاء المرضى طبعا الجانب النفسي هو لودور كبير في علاج السكر يعني إحنا بنشوف من البداية لما يكون في تشخيص السكر يكون في بعض المشاعر بنقول مثل عدم التقبل الخوف القلق الضيق التوتر وهذه مشاعر المراجعة يمكن في البداية ما بيعرف كيف يواجهها لأنه أول مرة لما يكون في التشخيص يكون متفاجئ يعني خصوصا مع الأطفال بنشوف يكون في كثير خوف من الأم والأب فساعات الجانب النفسي يكون جانب وهم حتى الشخص يعرف حتى يراجع الأدوية ويراجع من ناحية الغذائية وفي نفس الوقت نشوف كثير من المرات وكثير من المراجعين إلا يعني بيتعايشوا مع السكر سنين نوعا ما بيشعروا بالتعب إحنا بنقول ملل لأنه نتخيل أنه إحنا لما بنمرض يمكن ناخد دواء أسبوع نتخيل يوميا يكون في دواء يكون في مراجعة يكون في مواعيد دكتور يعني على شكل مستمر فكثير من المراجعين بيقولوا لي أنا بتعب بمل فأنا بسعد من ناحية النفسية أنه كيف يقدر يواجه بعض هذه المشاعر في نفس الوقت ساعات النفسية بتأثر على السكر فالحين كثير من البحوث بيقولوا أنه إذا الشخص تحت ضغط نفسي ولا مجرد أي ضغوطات يا مادية يا عائلية يا اجتماعية يا يمكن ضغط في الدوام هذا بيأثر على نسبة السكر في الدم فساعات نسبة السكر التراكمي ولا حتى اليومي بيكون مرتفع وبنشوف أنه المراجع بيقول أنا باخذ الدواء بسوي رياضة يعني بسوي أنا على خطة الدكتور في نفس الوقت يعني إحنا بنتفاجأ أنه نشوف أوكي بس أنه السكر التراكمي مرتفع ولا السكر اليومي مرتفع وبنعرف أنه هذا من الجانب النفسي فإذا الشخص أوه إحنا طبعا في الحياة بنعرف أنه الحياة ساعات مش سهلة وفيها بعض الصعوبات والضغوطات أنا دمم والله الحياة سهلة الأسهل منها ما في هذا قرار شخصي إن شاء الله هذا شيء إيجابي بقول مثل البحر يعني ساعات بتكون هادئة ساعات فيها مجرد صدمات فهذه كلها بتأثر على الصحة يعني إحنا ما ننسى الجانب النفسي له دور كبيل في الصحة بشكل عام هي مو صدمات هي تكون مثل فرص للتحسين آه أوكي هذا التفكير الإيجابي هذا اللي بيساعد أكيد المفروض النتيجة هذا عبدالله كيفة كراعة صحة صحة ألا أكيد طيب عندك مشاكل نفسية عبدالله لا الحمد لله كانت بس بعد مايت دكتورة انتهت خلاص كل الأمور أنا دعاية غير مباشرة حقا لأنا بغي أتكلم الحين دكتورة أنت ذكرتي عن أن الجانب النفسي هذا ممكن يأثر على مستوى السكر وشيالات اللي تطرقتي لها من الناحية الصحية ولكن أنا بغي أسأله الآن أنت شو اللي تطرقي له هل أن مريض السكري كيف أنه ممكن يتعايش مع هذا المرض كيف أنه ممكن يأخذ هذا العلاج أم أنت شنت تطرقين لي الحالات الخاصة عند هذا المريض يعني ممكن يكون مضايج من حرمته ممكن يكون مضايج من عياله توصلين لهذه المرحلة ويتم العلاج بهذا الخصوص أكيد أكيد يعني حتى بمواضيع الخاصة يمكن عن العلاقة الزوجية يمكن مجرد عن المشاكل العائلية الاجتماعية ضغوطات في الدوام كلها أكيد بتأثر فإحنا أكيد بندخل فيها لأنه هي بتأثر يعني ساعات فيه ناس متعايشين مع السكر يعني السكر يعني خلص لهم سنين بيراجعوا السكر بس في نفس الوقت عندهم مثل ما قلت يا مشاكل عائلية زوجية فلازم ندخل في الموضوع يعني أنا ساعات حتى ما بدخل في موضوع السكر بدخل في المواضيع الخاصة أول لأنه هي بتأثر حتى على مراجعتهم يعني فيه ناس بيقولوا أنه مجرد فيه ساعات مشاكل كثيرة أو صعوبات في حياتهم اللي بينسوا حتى عن السكر فلازم ساعات ندخل في المواضيع الخاصة هذا شيء مهم نقطة مهمة عبدالله من وين يتكم هذه الفكرة أنا كنت تحط مرشد نفسي لمرضى السكر هذه من ناحية من ناحية ثانية هل المرضى متقبلين فكرة أنه ممكن يزورون أخصائي نفسي يطلع على بعض الأشياء نحن ممكن نقول عنها أن تكون وائد خاصة أنه ممكن تكلم فيها عن حياتي الخاصة وأنه ممكن تطرق إلى مسألة السرية أو الخصوصية المريض في هذا المجال بالنسبة للجانب الأول من السؤال مركز دبيل السكري أول ما تم افتتاحها في 2009 نحن نطبق نظام شركة جوسلين اللي هي البرنامج العلاجي بواسط طريق عمل والأخصائية أو الجانب الإرشاد النفسي كان من ضمن البرنامج من أول يوم ما تم افتتاح المركز ولكن يعني أخذنا وقت الحقيقي يعني كان عندنا أخصائي ولكن طلع عقوب تمينا البحث في شخص آخر إذا ما يتوفقنا مع الأخت ألاء الحمد لله فهو برنامج متكامل ومدروس بأنه لابد مثل ما ذكرت الأخت ألاء بأن الجانب النفسي يلعب دور كبير جدا في حياة الإنسان بشكل عام ولكن أكثر طبعا في الإنسان اللي مصاب بداء السكري فيعتبر جانب مكمل مع الدكتور ومع أعضاء الفريق الطبي المعالج الجزء الأول الثاني من السؤال أنه يعني نحن الحقيقة أيضا كنا متخوفين في البداية بأن حتى اسم العيادة نسميها يعني إرشاد نفسي ونغير الاسم فتاريخ عشرة عشرة اللي هو كان اليوم العالمي للصحة النفسية كان عندنا يوم مفتوح بالنسبة لهذا الموضوع وتفاجأنا الحقيقة في عدد كبير الأخت ألاء ممكن أتخبرك بالتفاصيل عدد كبير من المراجعين يوبل أنهم يعني تكلموا في أمور ما كنا نتوقع ولا هي كانت تتوقع أنه بيطرقوا لها أمور شخصية جدا يعني وأخذوا مواعيد وطلبوا منها أن يبونيون يراجعون العيادة فأصبح الموضوع يعني مقبول وأيضا حتى نحن نحاول بأنه يعني مرات كنا نقول نحن ما بنذكر اسم النفسي لأن الناس تتخوف وتتحسس بس الحقيقة لا أتشفنا أنه في قبول من الناس هم رواح ميون ويقولون أنه أنا أبغي هالعيادة أبغي موعد وعندي أمور أبا يعني أتناقش فيها مع الأخصائية جميل يعني أنا هنا أبغي أسأل يعني أستاذ ألا قضية أن المريض نفسه أي ويتكلم فيه هذه المواضيع يعني عبد الله يقول فيه قبال كبير من المرضى على الرشاد النفسين وغيرتكلم الحين هل بيكون في دراسات لمستوى تحسن المرضى في هذا المجال هل قمتم بهذا الموضوع الحين أنكم بديتم تدرسون حتى المرضى اللي يوكم كيف تطور أو كيف تتحسن حالاتهم طبعا الحين الخدمة هي بدأنا فيها تقريبا من شهر ستة فإحنا إن شاء الله في المستقبل وخلال هذه السنة الجاية بنحاول نأخذ بحث أنه كيف هذا الخدمة كيف تساعد من ناحية العلاج طبعا فيه بحوث يعني عالمية اللي بتقول أنه لما يكون فيه إغصائي نفسي في مركز سكري العلاج على شكل يعني مستمر بيكون أحسن فهذا إن شاء الله هذه السنة بنأخذ نوعا ما من البحث لحتى نشوف كإيش تأثير الجانب النفسي وإذا فيه أي تحسن مع الخدمة النفسية جميل أبدالله مستوى رضا المتعاملين مع المركز أنتم دائما تسوون مثل استبيانات وتقييم لتحسين الخدمات فهل كانت مسألة الرشاد النفسي من ضمن المنتطلبات اللي كانوا طالبين المتعاملين أم لا في هذا المجال نحن طبعا أنا قبل لا أدخل على الجواب على هذا السؤال فيه جس بس نقطة أبري أضيفة على سؤالك بالنسبة للدراسات يعني عن مدى استفادة مراجعي مركز دبي للسكري اللي هو خدمة الرشاد النفسي نحن عندنا كثير من الدراسات تم عملها في المركز على الخدمات اللي نقدمها آخر دراستين هناك بنقدم بحثين أو بحثين دراسيين على مستوى مركز دبي للسكري في المؤتمر اللي بيكون في شهر 12 صار إن شاء الله الـ IDF اللي هو كيف الاستفادة من المراجع اللي يتم على يعني أي على زيارات المستمرة مع المثقف التثقيف يعني وكيف مع المجموعة من المرضى اللي ما يراجعون الأخصائي التثقيف السكري فأيضا طبعا أكيد بيكون عندنا إن شاء الله خلال الأشهر القادمة دراسة توضح على مدى استفادة المراجعين اللي يراجعون عيادة الإرشاد النفسي يعني أبو محمد يصبح عليكم ويشكركم على هذا البرنامج بشكور يا أبو محمد محمدان كان يتكلم عن حلقة خاصة للعيون محمدان بعد الحلقة هذه مبعلة نور دبي على حساب هيئة الصحة اللي هو DHA underscore دبي بتكون في العيادة الذكية إذا تقدر تتابعهم على الإنستجرام لكن بعد مع ذلك نوعدك إن شاء الله بتكون لنا حلقة متخصصة عن العيون عبدالله السكري والعيون أنتوا عندكم أخصائيين وعيون هناك؟ نحن في مركز دبيل السكري مثل ما أعتقد فيه آلية عمل كذلك بينكم بين مراكز الصحية في هذا المجال نحن في مركز دبيل السكري كبرنامج يعني متكامل بالنسبة للعلاج المصابين بداء السكري العيون طبعا جانب مهم لأنه من المضاعفات اللي يصاب فيها الإنسان المصاب بالسكري هي اعتلال شبكية العين فنحن كل مراجع يتسجل في المركز لا بد أن نسوي له فحص وتصوير لشبكية العين كل ثلاثة شهور تجنبا من الإصابة بمضاعفات داء السكري نحن على الخطة إن شاء الله القادمة في 2018 برا يكون عندنا طبيب نحن في الوقت الحالي عندنا اثنين من نسميهم مثل تكنيشنز يعني خصائيين تصوير شبكية العين يعني لمعرفة ما يعني حالة الإنسان المصاب بالسكري إذا بدأ عنده أي بداية يعني الإصابة باعتلال شبكية العين أو ما يشبه ذلك طبعا يتم تحويله إلى عيادة العيون في مستشفى دبي طيب إذن الفكرة ككل أنه هنا يكون عندنا مركز شامل كامل يقدم كل خدماته لمرضى السكري طيب من الناحية النفسية أستاذ ألا إذن نتكلم عن مريض السكري يعني اللي مثلا يستحي أنه ممكن أن يدخل على خصائي نفسي يتكلم معه شو النصائح اللي ممكن توجهينا لهذا المريض؟ يعني طبعا النصيحة أنه أول شيء يراجع بغض النظر الآن بس الأمور النفسية اللي ممكن أنه يجب على مريض السكر أنه يراعيها دائما يعني طبعا هو إذا الشخص بيشعر بطاقة سلبية ولا بيشعر بضغوطات لازم مجرد يوميا يواجه هذا الشيء يعني مثل ما الشخص اللي بيشعر بألم بالظهر ولا ألم في جسمه على طول بيأخذ دواء ولا بيتصل في الدكتوري في نفس الشيء في النحية النفسية فلازم طريقة أنه يطلع الطاقة السلبية ونحن نتكلم عن التفكير الإيجابي كمان أنه هذا ساعات أكيد بيساعد أنه التفكير الإيجابي وفي نفس الوقت يعني الشخص أنه ما يفقد الأمل مثل ما قلنا أنه الحياة هي ساعات بتكون إيجابية فنوعا ما هي ساعات التفكير الإيجابي وفي نفس الوقت أنه يطلع الطاقة السلبية يعني ساعات إحنا بننصى حتى على الرياضة مش بس للصحة بس في نفس الوقت للنفسية فهذا بيساعة ساعات أنا بنصح بعض المراجعين أنه يسووا رياضة مش بس لصحتهم بس حتى لنفسيتهم أنه هذه طريقة أن يطلع التنقة السلبية جميل يعني عبدالله مشغول عني عبدالله المركز حايز على الكثير من الاعتمادات وحايز على الكثير من الجوائز دعنا نتكلم عن المركز من ناحية الإنجازات التي تم تحقيقها في غضون هذه السنوات الماضية نعم نحن طبعا بالنسبة للاعتمادات الدولية حاليا شغالين على اعتماد الدولي اللي هو الجي سي آي اي نحن كمركز دبيل السكري والبرنامج العلاج اللي عندنا مش موجود لا على مستوى الإمارات ولا حتى على مستوى الدول الخليج بل ولا على مستوى المنطقة فآلية العلاج اللي عندنا نحن الحمد لله بشكل شهري يتم المقارنات المعيارية بمستشفيات خارج الدولة سواء المنظمة الامريكية للسكري أو مستشفيات أخرى عندهم برامج قد تكون مشابهة لبرنامج لنحن في كل الأحوال البرنامج العلاجي والمؤشرات الأداء اللي عندنا تقاس بشكل دوري على مستوى مقارنة معيارية دولية طبعا عندنا كثير من الإنجازات في المركز على مستوى العلاج وانخفاض مستويات السكر التراكمي لأن البرنامج اللي عندنا نحن أول مي المريض يتم عمل فحص للسكر التراكمي وما يترك هذا المريض عندنا برنامج نظام إلكتروني خلال ثلاثة شهور أيضا نفس الشخص هذا يتم إعادة الفحص التراكمي له يبين الحقيقة هناك يعني قفز نوعية جدا بسبب المنظومة المتكاملة اللي عندنا تتم نزول المعدلات السكر التراكمي إلى مستويات يعني نازلة وطبعا هناك في دراسة من جامعة بريطانية في حالة نزول بس نسبة وحدة يعني 1% نسبة وحدة من السكر التراكمي تتعدل أمور كثيرة بالنسبة لإنسان المصاب بزاءة سكري سواء احتلال شبكية تدعين أو لا قدر الله مثلا اعتلال الشرايين أمراض القلب الكلة أمور كثيرة فقط بنزول نسبة وحدة فنحن الحمد لله عندنا قصص نجاح كثيرة جدا بالنسبة للمراجعين للمركز نزول نسبة كثيرة أكثر من 1 2-3 عندنا مرضى أول ما يبدون المركز يكون عند السكر التراكمي 14 بعد 3 شهور 6 شهور تنزل إلى 6 وإلى 5 المعدلات الطبيعية لكل إنسان يعني فالحمد لله هذه الإنجازات موجودة لأن البرنامج المتكامل عندنا فريد من نوعه ويحقق نجاحات كثيرة الخطة القادمة بالنسبة لمركز دبي للسكري على أساس أنه بس المريض يعني يتلقى جميع الخدمات تحت مضلة وحدة الآن موجودة ولكن نحن على أساس أنه يعني رضا المراجعين بيكون عندنا إن شاء الله عيادة القلب موجودة في حالة إذا فيه يبين أي يعني بداية لا قدر الله يعني أشياء أو يعني ممكن توصل إلى مراحل يعني مضاعفات فالطبيب القلب بيكون موجود عندنا طبيب الكلا بشكل دوري بيكون موجود عندنا والعيون طبعا إن شاء الله بيكون على نهاية السنة هاي حتى يتم يعني يعني فعلا إن هي منظومة متكاملة تحت مضلة وحدة شيء اللي أبغى أركز عليه أن إحنا اليوم في مركز دبي للسكري والكل يعرف أنه ما في لحد الآن يعني مكان ممكن أنت تسير وتتعالج من المرض بشكل كامل شفاء ولكن نحن اليوم هدفنا أن مركز دبي للسكري عندنا مراجعين وعندنا ناس مصابين ولا بداء السكري بس الهدف أنه ما يكون مستقبلا يصاب بمضاعفات داء السكري اللي هي ممكن تأثر عليه وتوصله إلى مراحل متقدمة من المشاكل فإذا أنت عندك إنسان مصاب بالسكري ما عنده مضاعفات داء السكري فهذا الإنسان سليم وإنسان منتج في المجتمع صحيح إذن الفكرة كيفية تعايش مع هذا المرض مع أنه يعني أنا ما بغير طرق لهذا الموضوع من خلال البرنامج إليم وأتأكد إن شاء الله تطلع مصادر يعني أكيدة مئة في المئة في عملية إيجاد مثل يعني علاج كافي شافي ووافي لهذا المرض نسمع عن دراسات ونسمع عن بعض الأخبار في هذا المجال ولكن نأكدها لكم إن شاء الله في حزتها ودائما عبدالله مثل ما يقول يو هاي الإشاعات اللي تطلعك لي الله شهاني دائما يسميها كذا فعموما نحن وصلنا لختام حلقتنا نحن شاكرين لكم شكرا على هذا التواجد الأستاذ عبدالله جمعا ومدير الشؤون الإدارية في مركز دبي للسكري وأيضا الأستاذ علاء أبو علي مرشدة الصحة النفسية بمركز دبي للسكر إن شاء الله بتكون لنا لقات قادمة في العديد من الفعاليات شاكرين لكم ماذا التواجد شكرا لكم مستمعين شكرا لكم اللي تابعونا سواء عن طريق الأثيرة ومن خلال وسائل تواصل الاجتماع نذكركم إنه حلقة العيادة الذكية سوف تكون عن العيون على طول بعد البرنامج اللي تابعونا على دي اتش اي اندرسكور دبي عموما نشوفكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة هذه تحياتي بحدثكم حمود يوسف العلي كل شكر لك يا أيمن سرحيل ودمتم بصحة وسعادة شكرا لكم